هذا وأعلنت وزارة الحج والعمر السعودية أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هجرية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خلية من الأمراض المزمنة وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح وفغ الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية مع تقديمها كافة التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة وتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة تقديمها 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 شكرا